وإلى النشر الاقتصادية وافق مجلس الوزراء اليوم على توقيع مذكرة التفاهم لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الشل واجاء في بيان صحفي صدر عقب الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبداللنصور أن الشركة فازت بمجب عطاء عالمي تم طرحه لشراء الغاز بهدف تمكين الأردن من الحصول على أفضل الأسعار في ظل وجود فرقات كبيرة بين أسعار بيع الغاز في العالم وعلى صعيد آخر طلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية التي شكلها لغايات التحقق من إجراءات بشأن مشكلة إغلاق المدرج الشمالي عفوا المدرج الشمالي من مطار الملكة علياء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية وفي سياق آخر رفض مجلس الوزراء منح الإعفاء لبعض مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات كون السياسة المالية الحالية تقضي بالحد من الإعفاءات وجه البنك المركزي الأردني تعميما للبنوك للاستفادة من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي حصلت عليه الحكومة بقيمة خمسين مليون دولار وجاء في البيان أن البنك المركزي سيقوم بإعادة إقراض البنوك المرخصة لقيمة القرض ضمن شروط محددة دعما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدورها في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر وأضاف البيان أن البنوك ستقوم بإعادة إقراضه لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو عن طريق مؤسسات التمويل الأصغر وحدد البنك المركزي مدة القرض المزمع منحه للبنوك بعشر سنوات وبفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات الأقصاط فقط دون الفائدة وبسعر فائدة يبلغ اثنين ونصف في المائة وبفترة سداد تدفع بشكل نصف سنوي ارتفع حجم وداع الأردنيين في صندوق توفير البريد في عام 2013 بنسبة ثمانية في المائة مقارنة مع عام 2012 إذ بلغ حجم وداع الأردنيين 22 مليون و400 ألف دينار العام الماضي مقابل 20 مليون و700 ألف دينار في عام 2012 وقال مدير عام صندوق توفير البريد الدكتور وائل عكالي لنشرتنا إن لدى الصندوق 90 ألف حساب ما بين حسابات توفير أو وديعة استثمارية وارتفع حجم وضمم الاستثمار بالصندوق إلى 21 مليون و400 ألف دينار في عام 2013 بعد أن كان 11 مليون و200 ألف دينار في عام 2012 واستطاع الصندوق تمويل شراء عقارات ومركبات وسلع استهلاكية وقروض مرابحة إسلامية بقيمة 12 مليون دينار ارتفع المؤشر القياسي العام لأسعار الأسهم في برصة عمان في نهاية تداولات اليوم بنسبة 27% في المئة ليغلق الصندوق عند مستوى 2130 نقطة وبلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 4 مليون و900 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 6 مليون و200 ألف سهم نفذت من خلال 2926 عقد وعلى المستوى القطاعي ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار كافة القطاعات وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم وعددها 126 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها فيما انخفضت أسعار أسهم 47 شركة واستقرت أسعار 34 شركة وعن مساهمة القطاعات في إجمالي حجم التداول جاء القطاع المالي بالمرتبة الأولى بنسبة 46% وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الصناعة بنسبة 41% وفي المرتبة الثالثة بنسبة 13.4% جاء القطاع الخدمات قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن 33 شركة مدرجة بالبورصة لم تقدم بياناتها ربع سنوية ضمن المهلة المحددة التي انتهت يوم الأربعاء الماضي وبيّن أن 85% من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان زودت البورصة بالتقرير ربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات وأكد عازر أن البورصة قامت بتعميم جميع هذه التقارير على شركات الوساطة العاملة في البورصة والمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني مضيفا أن الشركات التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة في الموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوصة عليها في تعليمات إدراج الأوراق المالية أصدرت غرفة صناعة الأردن اليوم نشرة إرشادية جديدة لأسعار بيع حديد التسليح المصنع محليا سارية لأسبوع وبحسب النشرة يتراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 من المصنع ما بين 486 دينار و 523 دينار من دون ضريبة المبيعات ويتراوح سعر بيع الطن الواحد شد 40 مع الضريبة البالغة 8% ما بين 525 دينار و 565 دينار وأظهرت النشرة أن سعر بيع طن الحديد شد 60 من المصنع يتراوح ما بين 486 دينار و 528 دينار من دون ضريبة مبيعات فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات ما بين 525 دينار و 570 دينار ويأتي إصدار النشرة بالتعاون مع أصحاب المصانع لإطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية